خليه انا اتكلم على المنتخب الاولمبي لان المنتخب الاولمبي ده باقي هو ده ان الحاجة الفاكهة اللي بيطالعك للمنتخب الاول مزبوط مين اللي اخذك من نادي الاولمبي والنادي LiM boy درجة تانية اه واخرج منتخب الاولمبي الاول اقول لي char Sm planned كابتن احمد الكاس بس زيقول لي انت الكلام ده قلته قبل كدا ولا دي السجد هو المرة أنا لا هتسمع الكلام اه كابتن احمد الكاس ربنا يعني يدي له الصحة كان بيلعب في المنتخب الأول أيها وكان نجم من نجوم مصر جيد وسيظل دائما نجم من نجوم مصر فكابتن أحمد الكاس كان علاقته جيدة بكل أعضاء مجرد الزارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأولمبي وكل الناس يعني كان الكابتن جويني كمان في اتحاده كورة سعيد كابتن جويني ها ها سلام الله يرحمه يا أستي أرحمه كابتن محمود بكر برضو كابتن محمود بكر دليل كان هو رئيس النادي لما أنا مشيت من النادي وما كانش عايزني أمشي أتكلف القصر لكن الكابتن كاس كان علاقته جيدة جدا فكان مرة كان المهندس هانيا بوريدا المشرف على المنتخب الأولمبي أيها في الوقت ده ده كان الليوى حرب كان رئيس الاتحاد ده كان كابتن سنة تسعين كان الليوى حرب على ما أتذكر أنا فاكر من المهندس هانيا بوريدا كان هو المشرف على المنتخب أيها منتخب الأولمبي منتخب الأولمبي فكابتن كاس وقف مع فبيقول له ما عندكش العيبة المهندس هانيا بوريدا بيقول له ما عندكش العيبة في اسكندرية تعرف منتخب الأولمبي برضو ما كانش ليه زهوة أو زاعتها يعني فقال له لا أنا عندي كابتن أحمد الكاس تكلم على إسلام الشاطر تكلم على خميس جعفر تكلم على محمد مرعي تكلم على علاء عمر وكان فيه لعيب خامس معنا وتكلم على حمد البحر كابتن حمد البحر ده ابن الكابتن البحر جسورة الله يرحمه الله يرحمه طبعا واحد من العظماء في النادي الأولمبي وحبيبك طبعا طبعا فكابتن وحمد البحر إحنا الخامسة الفترة دي روحنا المنتخب ميلي بلغ أنك تروحه المنتخب الإيه ده يا ري في النادي الأولمبي كنتش عارف بقى القصص دي على فكرة قالك إيه قال لي أنت جالك منتخب أولمبي كنت بالعفريق أول ساعته قالك وانت في درجة تانية لسه المنتخب الأولمبي لا ما كناش لسه نزلنا درجة تانية النادي الأولمبي نزل درجة تانية سنة لا بعد كده يا كابتن المنتخب الأولمبي نزل درجة تانية بعد كده النادي الأولمبي لكن أنا ساعتها كنت بالعب والله مش متذكرة كابتن انتخيل الأيام برضه ومن دمان أول افتكر لنا ونبأ الله يخليك تقريبا ما كناش نزلنا درجة تانية تقريبا يعني روحت المنتخب الأولمبي ورجعنا من المنتخب الأولمبي بعد سنة ولا سنتين يعني بقى النادي الأولمبي ساعتها الوقت الظروف بتاعته تغيرت جدا يعني طيب مين المدرب في المنتخب الأولمبي لما شافك قالك أنت تبقى أساسي معي كرول مستر كرول كرول الهولندي قولا واحدا مستر كرول قالك استقبلك إزاي وكلمت مع أزاي وثا كابتن هذا الجيل من اللاعبين مهانس هنا بريدة برضو كان له دور واحد يقول الناس دي علينا لازم أقول دوره يعني مهانس هنا يا بريدة كابتن أحمد الكاس لما قال له كده كلم مع الناس وجبنا جابونا أول تجمع للمنتخب الأولمبي اللي كمل أنا وخميس جعفر أنت وخميس كان بلعب إيه ديفندر تقولي مين كان في المنتخب الأولمبي ساعتها من مصر ده جيل هذا الجيل هو اللي بقى في كل أنديت مصر النجوم أنديت مصر بعد كده زي مين كان في حراسة المرمى عسام الحضري مصطفى كمال باك يمين كتنة وخميس جعفر باك شمال كان محمد عمارة استبراط كان متحة عبدالهادي ومعتم الجمال وعرسطار صبري كان قدام حزم إمام هشام حنفي تامر مصطفى أحمد فاروق اللي كان بلعب في بلدية المحلة علي ماهر يا رب ما أنسى حد لكن دي كانت مجموعة ده أسامة كبيرة كلها لعبة لعبة عنديتها درجة أولى ممتاز وخميس جعفر طبعا والمجموعة دي كابتن كلها بعد كده بعد ما خدنا إحنا رحنا لعبنا بطولة الألعاب الأفريقية وخدناها في أفريقيا كانت في في زمبابوي في زمبابوي والمنتخب الأولمبي حصل على المدالية الزهبية ده الألعاب الأفريقية كانت سنة كام سنة 92 92 أو 93 93 يعني كسبتوا الألعاب الأفريقية كسبنا البطولة وكان المنتخب الأولمبي في الوقت ده لعبنا نيجيريا كابتن في تصفيات المؤهلة للأولمبياد ساعت في نيجيريا كسبونا في نيجيريا 3-2 وتعادلوا معنا في مصر واحد واحد كان مين بقى اللي بينعب في نيجيريا تخيل انت كانوا اللي هو كان الطويل طبعا الطويل في نص الملع أكوشا أموكاشي أسماء بقى منتو الأسابة دي كلها الأسابة المصري انتو قلت عليها دي كلها كان بتلع فنديتها أساسي بعد كده طبعا بقت هي الأساسي في الأندية دي كلها كان اللاعبين اللي أنا اتكلمتها بحاجة فكان جيل رائع الحقيقة